نبتدي بمباراة الاهلي وسيمبا الحقيقة 8 فرق بيشاركوا فيه الدوري الافريقي وهما افضل 8 فرق من حيث التصنيف طبعا اللي اتحال الافريقي هو اللي عمله خلال طبعا التوزيع الجغرافي وبالتاني الاهلي هو بطل افريقيا وبنتكلم سيمبا من احد الاندية القوية الحقيقة في افريقيا ولكن ما نيجي نبص من وجهة نظري الشخصية انا زعلان النهاردة على نتيجة اللقاء لان احنا كنا متوقعين ان النادي الاهلي النهاردة او فريق النادي الاهلي النهاردة يكسب فريق سيمبا بسهول ما فيش حاجة طبعا بتيجي بسهولة لكن انا بتكلم على الامكانيات اللي موجودة بالنسبة لعيبة النادي الاهلي والنتيجة الايجابية الكبيرة الحقيقة برضو اللي حققها 2-2 في تنزانيا وان كان كان يقدر النادي الاهلي هناك كمان يحقق نتيجة الفوز بعدد كبير من الاهداف وبالتاني توقعنا من خلال الاداء في تنزانيا ان انت تيجي هنا في ظل الوجود الجماهيري الكبير الحقيقة والتشجيع الجميل والجو الجميل الحقيقة في السادة القاهرة والشكل الرائع اللي انتوا شايفين قدامكم على الشاشة كده وجمهور النادي الاهلي العظيم والكبير الحقيقة وتواجده يعني طبعا مسندة فريقه وفي نفس الوقت دعم القضية الفلسطينية ده يوم انا بشوف القرنفان وكان فرصة للاعبة النادي الاهلي النهاردة انها تستمتع باللقاء بامكانياتهم الكبيرة لان امكانيات كل لعب الحقيقة جوه النادي الاهلي افضل بكتير من اي لعب في سابة عشان بس نبقى متفقين وبالتالي ان انت تكسب بالنتيجة جيدة كان هو الهدف ممكن ايه الاسباب اللي خلت الشكل كده او يعني النتيجة ما تبقاش حالة فوز اعتقد ان كان فيه استسهال برضو زي ما حصل هناك في تنزانيا برضو كان الى حد ما بعض الاستسهال انت هتكسب المتش او هتطلع بنتيجة ايجابية النهاردة برضو ان انت نازل ممكن هتطلع بنتيجة ايجابية وعشان برضو ما نبخص حق الفرير اخر هم اشتغلوا بشكل مميز جدا ولعبوا بشكل رائع وهم اللي احرازوا الهدف الاول كمان وبالتالي انت اللي رجعت للمباراة من خلال التعادل الايجابي واحد واحد الغريبة ان احنا يمكن عندك في دكة البودلاء بنتكلم عدد كبير مصطفى شوبير مصطفى مخلوف رضا سليم ياسر ابراهيم طهر محمد طهر كريستو امام عشور احمد نبيل كوكا سلاح محصن مودست كريم الدبيس خالد عبد الفتاح الا ان الكولر النهاردة بالرغم ان انت مثلا ما كنتش كسبان او اتعدلت بعد كده الا نزلت مودست بس انت محتاج انك تكسب فلازم يبقى في حلول اكتر من كده لكن هو التغييرة الوحيدة اللي حصلت النهاردة من الكولر اللي اللعبين في الملعب وتغييرة مودست فقط خروج طبعا كهرباء ونزول مودست ايه الاسباب بقى اللي حصل يعني تفكير الرجل راح لكده وهل هو ده المتاح لك انك عشان تزود عدد الاهداف او تكسب يبقى هو ده التغييرة الوحيدة برضو بشوفها انها قصور شوية من مستر كولر في ادارة اللقاء النهاردة بالاضافة طبعا اللعبين النهاردة ما كانوش في افضل حالتهم من خلال اللقاء خلي روح لكابتنك كبير كابتنك جدالله اللي كان معايا بالامس واتكلمنا الحقيقة عن اللقاء ويمكن كتخالي جدالله شرح امبارح وإحنا بنتكلم اللقاء بحزفيره النهاردة زي ما حصل تماما وبالتالي يهميني اخد رأيو ما بعد بقى اللقاء وعلى ارض الواقع هشوفنا فريق سنبا اللي قدر يتعادل مع النادي الاهلي او النادي الاهلي يتعادل معه هنا في القاهرة ولكن طبعا نتيجة اللقاء تؤهل النادي الاهلي للدور قبل انهاء